بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري كرامتنا المهدوية هذه المرة من محافظة أربيلة من فتاة تقول كانت لدي أربعة هموم كبيرة ومشكلة أكبر منها بكثير تقول أول المشكلات بأني كنت قبل سنتين في الصف السادس الأعدادي عندما انتقنا من بيت لآخر في أربيل انتقنا من بيت لآخر وتعرفون جيدا بأن الانتقال من بيت لآخر خصوصا في شهر المراجعة لظرف معين قد مر بنا هذا يجعل الطالب لا يستطيع أن يدرس وإنما البيت فوضى والنقل فوضى والجيران الجدد الذين يأتون والأهل والأقارب فكانت هذا يعني هذا هم كبير على قلبي وأنا لا أقول بأن أبي لم يراعي مرحلتي ولا أمي ولكن هناك ظرف معين والصراحة كان والدي عليه دين كبير لذلك بيعنا البيت لكي يسدد دينا وهذه هي ظروف الحياة فكان هذا الأمر جدا يعني أقلقني على مسألة الامتحانات الهم الثاني بأنه أخشى بأنني لا أنجح في الامتحانات وكل الطلبة الذين يمرون بهكذا ظرف يعرفون جيدا قلق الامتحانات في السادس الأعدادي وثالثا الهم الثالث هو أن لدي أخت سبحان الله وكأنها خلقت لإزعاجي في الصغيرة والكبيرة لدرجة أنها تتهمني في كثير من الأشياء وأمي تاتي وتؤنبني وبعد توضيحات وشروحات تفهم وتقول اتركي أختكي أو اتركي أختكي فأنها صغيرة ولا تعي ولا تفهم فهي مزعجة أو نقطة إزعاج في حياتي منذ كنت صغيرة حتى كبرنا يعني هي تقول قبل سنتين كانت هي في الرابع الأعدادي وأنا في السادس الأعدادي وكان همها كبير لدرجة كأنما هي قد أقسمت بأنها لا يمر علي يوم إلا وتجعل أمي أو أبي يعني يوبخني على شيئا لم أفعل أو إني عندما أغضب أو أتكلم عليها بكلمة فهي تنتقل مني بهذه الصورة والهم الرابع الذي كان في قلبي بأنه المدرسة قد انتقلت إلى غيرها وتعرفون جيدا والطلاب يعرفون عندما تنتقل إلى مدرسة أخرى وأنت خصوصا يعني لا تعرف فيها أحد ويعني كان شهر مراجعة ولكن تشعر بأنك غريب في هذه المدرسة لأنه عندما كانت المدرسات يضعنا تواريخ معينة لمساعدة الطالبات في أنهن يأتين إلى المدرسة كدروس تقوية فكنت أشعر بالغربة ولا أعرف واحدة منهن فهذا كان يؤلمني ويذكرني بصديقاتي في المدرسة الفلانية السابقة يعني وبهذه الصورة كنت أتألم على فقدان صديقاتي أذهب إلى دروس التقوية في شهر المراجعة كل أسبوع مرة أو مرتين وجزاهن خيرا يعني الله خيرا على ما يفعلنا ولكني كنت أشعر بالألم بأني فارقت مدرستي هو أن أبي كثير الشجار مع أمي ووصل الأمر في بيتنا الجديد بأنه يريد أن يطلقها هذه المرة بإصرار كل مرة نشعر بأن الأمر سيمر بسلام وبأن القضية يعني قضية غضب وإنفعال لا هذه المرة يريد أن يطلقها فعلا ويتخلص منها ماذا أفعل؟ وأنا في السادس الأعداد مع هذه الهموم مع هذه المشكلة الكبيرة ويأتي فلان ويقول عليك أن تتميز بدرجات جيدة في الامتحانات وأن تدخل جامعة أيضا متميزة إلى غير ذلك ضاقت الدنيا علي بما رحبت أتمنى في كل لحظة لو أني لم أولد في الحياة الدنيا بأنني لو أموت بأي سبب كان بأي سبب كان بل تمنيت في بعض الأحيان عندما كنت أخرج مع أمي أتمنى لو أن حادث سيارة يعني يحدث معي وأموت وينتهي الأمر ولكن سبحان الله مع الله سبحانه وتعالى ومع وجود صاحب الزمان سلام الله عليه لا يأسمع هذه الحياة بل إن الذي يعني يغفل عن كنز وهو صاحب الزمان سلام الله عليه فلقد فاته من الخير الكثير بل فاته الخير كله يوم من الأيام عفواً وتأتي عمتي إلى البيت ورأتني بهذه الصورة وبمجرد أن رأتني قالت ساعدك الله على كل هذه المشكلات التي تمرين بها لو كانت فتاة غيرك لربما تركت المدرسة أعادت هذه السنة وارتاحت فتعرفون كان مرة من المرة تأتي عمتي وتريد أن تهدئ أبيك لا يطلق أمي ومرة تأتي خالتي وتهدئ أمي وكان يعني الأهل والأقارب يأتون عمتي هنا قالت لماذا لا تستغيثين بصاحب الزمان سلام الله عليه يوجد هناك أو توجد هناك صلاة في مفاتيح الجنان صلاة الاستغاثة ولقد سمعتها كثيرا والناس يعني يصلونها ويحصلون على كرامات ونظرات من صاحب الزمان سلام الله عليه تقول أنا غارقة في محيط الهموم والأحزان والذي يغرق يتمسك ولو بعود هكذا كنت أفكر أقول معقولة بأن هذه الصلاة تغير شيء وهل معقولة صاحب الزمان يلتفت إليه ومن أنا ومن أنا وعلى كل حال فكما قلت بأن الغارق في البحر يتمسك ولو بعود وليس هو يعني حسن عفوا يعني سوء الظن بصاحب الزمان وإنما سوء ظن بنفسي بأني غير مؤهلة وغير مستحقة صليت صلاة الاستغاثة وكأني لم أصلي لله من قبلها قط توجهت بتوجه عجيب سبحان الله لأول مرة أشعر بأن كل جوارحي وجوانحي مسلطة في هذه الصلاة كل روحي متجه حقا نحو القبلة كل ذرة في روحي وجسدي متجه حقا إلى حل هذه المشكلة وكأني سلمت كياني بأكمله لله ولصاحب الزمان ولأول مرة عندما أقف وأقرأ سورة الفتح أرى بأن الدموع تسقط على القرآن الكريم دموع كثير أول مرة أرى دموعي تتحدر بقوة وأجهش بالصوت واضح من شدة البكاء وسبحان الله في نفس الليلة رأيت مولاي الإمام الحج عليه السلام وكأن في بيتنا حديقة صغيرة وشجرة تكاد أن تيبس تصبح يابس لا ورق فيها ورقها الأخضر يكاد أن يكون أصفر وينتهي وحولها عشب ضار وإذا بصاحب الزمان سلام الله عليه مجرد أن دخل ووضع يده على الشجرة وإذا بها خضرت وأوراقها أصبحت نامية وتشعر فيها كأن دبت فيها روح الحياة والسعادة حتى الأعشاب الضارة تحولت فورا إلى زهور ريحان بهذه الصورة جلست من النوم وأنا مرتاحة جدا جاء أخوالي من بغداد وعماتهن في أربيل إلى غير ذلك حلت أول مشكلة بين أبي وأمي بخاطر بحمد الله عز وجل وبدأوا كلاهما يعتذر للآخر أما مسألة يعني أختي لا هذه المرة أجلسها أبي وسبحان الله ويعني قال لها من الآن وصاعدا أنا لا أريد أن أسمع مشكلة في البيت يكفي المشاكل التي عشناها إذا سمعتك تصلين إلى أختك هذه الكبيرة وتتحدثين معها بهذه الصورة لن أسامحك أبدا ولكن كان أبي لأول مرة يكون حازم لا يريد أن تكون هناك مشكلة في البيت فكفت يعني أختي عني بحمد الله عز وجل وشعرت بأن الله إن شاء الله يهديها أما في مسألة الامتحانات سبحان الله الله سبحانه وتعالى يبارك في القلب يبارك في العقل شعرت بأن صاحب الزمان سلام الله عليه وكأنه لمس عقلي لمس قلبي قلبي يحفظ وعقلي يفهم واشتازيت الامتحانات بحمد الله عز وجل ودخلت بحمد الله عز وجل إلى كلية الهندسة وأصبحت الآن بحمد الله يعني في المرحلة الثانية هذا كله بفضل صلاة الاستغاثة بالإمام الحج عليه السلام أزال الهموم وأزال المشكلة كلها بلا نهاية الحمد لله برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام ترجمة نانسي قنقر